شاركت جامعة الجلالة في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي كوب 27 وأشهد زوار جناح الجامعة بجهود طلاب الجامعة الدارسين بمجالات الفنون والتصميم والعمارة في تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد أعيد تدويرها وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة في حلقات نقاشية حول كيفية الربط بين مختلف وسائل القيادة والتعاون والتمويل لتصبح أول جامعة خالية من الكربون في مصر كما تم تقديم عرض حول تأثير المناخ والطاقة بين مصر وجامعات تكسس بالإضافة إلى المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان كيف تعمل التكنولوجيا الواعية على إنقاذ الشعب المرجانية وأحياء التنوع البيولوجي البحري